بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في دورة حساب الكميات طيب في الدرس الفات اتكلمنا عن حساب الكتلينكس of rectangular stirrups في الدرس داحة نتكلم عن الكتلينكس of triangular stirrups اللي هو بنتكلم عن الكانة المسلثة طيب عشان نحسب الكانة المسلثة عندنا القانون هنا بيقول الكتلينكس of triangular stirrups يساوي اثنين اتش زايد ا زايد هوك لينغ طيب في المرة الفاتدة عرفني عندنا قيم ا و ب هس هنا عندنا قيمة يسمى اتش دي قيمة جديدة الاتش دي يعني شنو الاتش اللي هو البعد المايل بالنسبة للمسلس هنا هنا او هنا طيب عشان نجيب قيمة الاتش بنقسم المسلس ده على اثنين بيكون معنا بالشكل ده بيكون عندنا الطول ده ده البي والطول ده بساوي ا على اثنين طيب اللي هو البي قديناها الاسم واي والا على اثنين قديناها الاسم اكس فبالتالي الاتش من نظرية فيتاغورس بساوي الجزر التربيعي الى اكس سكوير زايد واي سكوير طيب عشان نجيب قيمة الاتش لابد يكون عندنا القيم حقة الا والبي طيب بنحسب قيمة الا والبي كالاتي الا tiene göre عرض العمود ناقص 2 في الكليير كبر ناقص الديامتر للسيخ المستخدمة في الكانات كذلك البي بساوي طول العمود ناقص اثنين في الكلير كبر ناقص الديامتر بتاع السيخ المستخدمة للكانا الهوكلينج بساوي اثنين في عشرة دي زي ما قلنا المرة الفاتذة كانت هي تسعة دي لكن خطيتها انا عشرة لتسهيل الحساب طيب ليه اثنين لانه هنا عندنا هوكلينج واحد واثنين عندنا اثنين طيب ناخد مثال عشان الامور تتضح اكتر طيب اذا عندنا عمود بالشكل ده ال A فوقه 300 ال B 600 الديامتر اوفي ستيرب 8 ميلي الكونكريت كفر 25 ميلي كيف نحسب الطول بالنسبة للكانا المسلسة طيب عشان نبدأ في حساب الكاتلينج اوفي ستيرب بنجي نجيب قيمة ال H لكن عشان نجيب قيمة ال H مطالبين نعرف قيم ال A وال B ال A بيساوي عرض العمود ناقص 2 في الكلير كفر ناقص الديامتر بتاع السيخة المستخدمة للاستيرب او للكانا طيب حيبقى عندنا 300 ناقص 2 في 25 ناقص 8 يساوي 242 ميلي متر كذلك ال B بيساوي طول العمود ناقص 2 في الكلير كفر ناقص الديامتر بتاع السيخة المستخدمة في الكانا اللي هو 600 ناقص 2 في 25 ناقص 8 بيساوي لنا 542 ميلي منا بنحسب قيمة ال H من نظرية فيتا غورس اللي هي بيساوي لنا الجزر التربيعي للا A على 2 مربع زايد ال B مربع فبالتالي قيمة ال H بيساوي 555.34 ميلي طيب بنجي نطبق في القانون عندنا الكتلينكس يساوي 2 H زايد A زايد 2 الهوك لينكس طيب بنجي نقول 555.34 مضروبة في 2 زايد A اللي هي 242 زايد 2 الهوك لينكس بيساوي لنا 1512.68 ميلي عشان نحول المليمترات لأمتار نقسم على ألف حيبقى عندنا 1.513 متر